موسيقى 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 والحمد لله إنه أنا لبس إنها نفسه ده أنا اللي جابه بفلوسي يوسف نضم معي من عرض 30 حيزن إحنا بعد كل عرض بنعمل اختبارات بنضم الناس جديدة وفي ناس قديمة برضو بتنتقل لحتة تانية في يوسف نضم معي في العرض اللي أنا كنت محتاج أطفال يعني كانت فكرة جديدة إن أنا هعمل جن أو شطان من عائدة الطفل الصغير إزاي يتغلب على هذا يوسف أمهرني جدا في الحياتة دي بالذات إن هو تغلب فعلا وقدر يعني جن كان اسمه زوابعة من الطباء يعني كده هذا كان نوع من النوع المدرسة الملحمية كان عرضي اسمه ثلاثين حيزنبالك يوسف شابه متميز جدا ومتنوع بيعرف أغير جندا زي ما احنا نغوف المصرح وشابه بيختلم المصرح أول مرة فيها نزلت الشارع كان عاني ساعتها 13 سنة و 14 سنة أول منا جيت عرضتها عالناس أنت أنت زعانت قوي ومكسوف ومخلوق مش هاااا يعني كنت مستغرب وانت فاكر الناس هتاخن مني وكل حاجة بس لقيت وضع تاني فالص لقيت الناس تعمل معاملة ويحشة أحبه بتقول تازى واحد يلا مش يلا يسايل لك مش عارب كيه حتى ما بتسمحش حد ما بتسمحش أي حد كل اللي هي بتفكر فيه اللي هي بقي بعده مثلا اللي بيبقعد على الأهوة يشربه كبقية شريعة اللي بيبقعد على الأهوة وانا روح أعرض عليه للعرض حتى حتى مش موافق مش موافق حتى اللي هو يسمعني طب ليه طب اسمعني حتى اقول اه اه لا كده براحتك لكن أول ما أنا أخش عليه أقول له اسمع عليكم مسرحة عليكم بللاتي ما هي عرض عزرق شكرا جدا الله يسايل لك مش عارف ايه واللي أقول له الله يسايل لك طب أقول له حررت اسمعني اسمعني حررت دي احنا هنتناقش حتى يا الله يا ابن الله يسايل لك وزقني طب اوه أنا ايه اوه أنا يعني خدام عندك أنا جاي بأعرض عليك عرض نفسي من مقدورة أكون حاجة كبيرة حاجة كبيرة قوي كما يبفي ألم في التمثيل أكون مخرج يعني ما سيبشي أبرا من وضع التمثيل ده شكرا اشتركوا في القناة